أنا هنا في متحف اللوفر الشهير التاريخي ماذا تقول لشعب المصري عن هذا المتحف؟ متحف اللوفر هو أحد المتحف الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة للمصريين على الإطلاق لأن قصر اللوفر يحتوي على متحف للأثار المصرية وهذا المتحف أنشأه أول عالم مصريات وهو جون فغانسوات شامبليون في عام 1827 سيد فانسو هنا لمصر الكثير من التحف والقطع الأثاري التي تعكس تاريخ الفراعنة تاريخ المصريين الحضرات أطلعنا على أهم ما يوجد هنا في متحف اللوفر في القسم المصري منه هذا السؤال الذي سألته للتووي صعب للغاية وحتى أجيب عليه سيتعين علي أن أختار بين تشكيلة متنوعة وكبيرة للغاية من التحف والأثار فمجموعة الأثار والتحف المعروضة تحتوي على أعمال قيمة وعريقة من حيث قيمتها الفنية والحضرية ومن حيث قيمتها التاريخية فإذا كان علي أن أختار إجابة واحدة محددة سأقول إن أكثر قطعة أحبها في هذا المتحف هي لتمثال برونزي يبلغ ارتفاعه حوالي متر ونطلق على هذا تمثال اسم حورس بوزنو نسبة إلى جامع التحف الذي باع تشكيلته إلى متحف اللوفر ونسبة للإله المصري حورس الذي يحمل رأس سقر ويمد ذراعيه أمامه ويقف مستقيما بقامة ممشوقة ويظهر لنا بوقفته هذه كيف برع المصريون القدماء في عصر الفراعنة في تركيب رؤوس الحيوانات على أجسام البشر وهذا أمر رائع من حيث القيمة الفنية